السيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى عسكريا لا تكفي حقيقة لا يمكن أن يغفلها من يتابع الأحداث الجارية في سقطرى منذ انقلاب ميليشيا الانتقالي المدعومة من أبوظبي وسيطرتها بقوة السلاح على الجزيرة بشكل كامل الحقائق تتكشف يوما بعد آخر جراء ما تمارسه الميليشيا من انتهاكات في الأرخبيل فمن تمكين الإمارات إلى بيع الأراضي لصالح رجالها ونهب مقدرات الجزيرة آخر تلك الانتهاكات عرقلت قيادات في الانتقالي مشاريع لمنظمات دولية خلال الفترة السابقة كانت مخصصة لتنمية سقطرى والاهتمام ببيئة الأرخبيل بما يشير إلى عملية فساد كبيرة لتلك القيادات هذه المعلومات التي كشفت عنها مصادر للمهرية أكدت أن الميليشيا استغلت تلك الأموال وأهدرتها في تنفيذ أعمال لا تستفيد منها الجزيرة كزراعة شجرة سيسبان وهي من النباتات الغازية الأشد خطورة على التنوع الحيوي في الجزيرة هذا السلوك الميليشياوي من قبل الانتقالي لم يكتفي بالهيمنة على الجزيرة وإنما ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث وظف أموالا قدمت بغرض تنمية البيئة والحفاظ عليها في مجالات الهدف منها شرعانة إنفاق تلك الأموال في غير محلها والاستحواذ عليها وحيال كل الممارسات لميليشيا الإمارات واستغلال أموال المنظمات ترتفع مطالبات من قبل أكاديميين في مجال البيئة بالأرخبيل لسلطات في سقطرة والجهات المعنية بالاستفادة من تلك الأموال وتوظيفها في مصلحة سقطرة ومحاسبة المتورطين في إهدار أموال الجزيرة وحرمان أهلها من التنمية المواطنون من جانبهم دعوا إلى إيقاف ميليشيا الانتقالي ومندوبي الإمارات والجمعيات التي دخلت إلى سقطرة تحت مبرر العمل الإنساني عن الاستيلاء على الأراضي من خلال استغلال حاجتهم وابتزازهم وحرمانهم من المشاريع التنموية وإزاء كل هذه الانتهاكات والممارسات خارج القانون لميليشيا أبوظبي يظل الصمت المطبق للحكومة والمجلس الرئاسي سيد الموقف وسط مناشدات للمواطنين بعد أن بحت حناجرهم بالمطالبات بوضع حد للميليشيا وانتهاكاتها في سقطرة